اهلا بكم من جديد في حصة مغاربية تصاعدت في موريتانيا خلال الايام الاخيرة الشكاوى من ارتفاع غير مسبوق في اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية لسيما بعد دخول البلاد في موجة جديدة من وباء كورونا ويرجع البعض هذا التصادع التصاعد الى الانعكاسات المستمرة لتأثير فيروس كورونا على الاسواق العالمية وما بات يعرف بازمة النقل البحري في ظل الحديث عن طباطئ في تنفيذ سياسات الحكومة للحد من تأثيرات الجائحة تشهد السوق الموريتاني منذ عدة اسابيع موجة غلاء غير مسبوقة وفق ما علنت عنه هيئات غير حكومية ونشطاء من المجتمع المدني ووفق تلك الجهات فإن تقاعس السلطات الموريتانية عن مراقبة الاسواق وترك الحرية للتجار المضاربة والاحتكار تسبب في القفزة الجنونية لأسعار بعض المواد الاساسية والتي من بينها العرز والسكر والالبان والزيوت والخضروات وغيرها من السلع نحن في منتدى المستيرك الموريتاني نتابع بقلق بالغ جدا الارتفاعات المتكررة للأسعار للأسف الآن الدولة تتفرش تبقى تتفرش على المشهد وهذا مقلق لنا جدا في منتدى المستيرك الموريتاني ولطالما طالبنا السلطات وناديناها عن طريق مراسلاتنا وعن طريق بياناتنا بضرورة التدخل السريع من أجل حد الارتفاعات المتكررة للأسعار وعلى مستوى الأسابيع الأخيرة سيطرت قضية ارتفاع الأسعار على أحاديث الشارع الموريتاني خصوصا مع وصول موجة جديدة من الوباء إلى البلاد وما قد يصاحبها من إجراءات قد تفاقم الحالة المعيشية للمواطنين الذين تعيشوا نسبة 31% منهم تحت خط الفقر هذه المواد البادقة الأولية التي مثلا متعلقة بها حياة المواطن يوميا ولا بدالوا منها ولا ما عندوا عنها أي مثلا محيت اللي هي السكر والوارقة والمار والبن دلوير هذه كامل تطلع هذه الأسعار والطلوع الذي يخلق ما قد تخلق في العالم كامل والتجار يخرف سللا مصالحهم هم احتفاعهم ذوك جنوني عاد قامات الخضرة وحتى الأسماك اللي نحن بحرنا قني من فروة عاد معدوم ماتنا جابر ولا تلا قاد نعيش وتعتمد السوق الموريتانية في تومينها على المواد المستوردة من الخارج بدرجة كبيرة خاصة تلك الاستهلاكية منها والتي تأثرت بفعل أزمة النقل البحري الناتج عن تأثيرات كوفيد-19 إضافة إلى سيطرة عمليات الاحتكار والمضاربة بهذه المواد داخل السوق الموريتانية تزداد مخاوف المستهلك الموريتاني من المنحنة التصاعدي التي تسلك أسعار المواد الأساسية في السوق الموريتانية في ظل أزمة اقتصادية تنظر بمزيد من الغلا محمد أحد لقناة الغد نواك شوت وينضم إلينا من نواك شوت دكتور محمد عبدالله وأستاذ الاقتصاد والتسهير بجامعة نواك شوت العصرية دكتور مرحبا بك هل فيروس كورونا هو المتهم الوحيد في مسألة ارتفاع الأسعار في موريتانيا مساء الخير شكرا جزيلا أنا اسمي الحقيقي هو الدكتور عبدالله محمد أواه وليست محمد عبدالله شكرا للتوضيح شكرا جزيلا نعم إذن ارتفاع الأسعار طبعا يرجع إلى كثير من العوامل من ضمنها أزمة كورونا وما يترتب عليها من ارتفاع على المستوى العالمي خصوصا في المواد الغذائية معروفا أن السنة الماضية سنة 2021 عالميا المواد الغذائية ارتفعت بما يعادل 28% هذا من جهة ولكن هذا وحده لا يفسر غلاء الأسعار في موريتانيا هناك تفسيرا آخر يرتبط بمستوى الاحتكار في بلادنا من طرف القطاع الخاص هناك تكديس أموال وبنية احتكارية لدى المستوردين الذين يستوردون المواد الأساسية ومنها المواد الغذائية وعليه فإن من مسؤولية الدولة والحكومة أن تواجه الاحتكار وبنية الاحتكار وأن تأخذ استراتيجية تناسب استراتيجية الأزمات لأننا نحن في أزمة عالمية وفي أزمة اقتصادية داخلية طيب ومن الذي دكتور هنا السؤال الكبير نعم من الذي سمح لبعض الأشخاص وربما هم من رجال الأعمال في موريتانيا بأن يحتكروا بعض السلع ربما تكون سلع مهمة جدا في موريتانيا هل هي القوانين الموريتانية هي التي سمحت بذلك أم هي بعض السياسات أم ماذا بالضبط لا ليست القوانين الموريتانية القوانين الموريتانية جيدة من الناحية النظرية ولكن لا تطبق أنا أعتقد أن البنية الاحتكارية هي تراكم لكثير من التراكمات المرتبطة بالسياسة الاقتصادية أولا موليتانيا دخلت في سنة 1985 منذ عقود في سياسة انفتاحية ليبرالية تعتمد على السياسات الهيكلية التي المرتبطة بالبنك الدولي وبصندوق النقد الدولي لأنها من البلدان الإفريقية ذات المجونية العالية وعليه فإن سياسة الاقتصادية منذ عقود هي سياسة ليبرالية وهذه السياسة نتج عنها تضخم القطاع الخاص بشكل فوضوي وليس القطاع الخاص بمفهوم التقليدي ولكن قطاع احتكاري تجاري يراكم القدرات المالية ويحتكر السلع الأساسية التي يعتمد على هذه البلد وكانت هناك شركة للدولة ولم تعد موجودة الآن كانت هذه الشركة توازي النوع عما هذا الاحتكار من طرف القطاع الخاص والآن الحكومة تتحدث عن إعادة إنشاء هذه الآلية ولكن ما زالت لم توجد بعد ولكن هنا السؤال دكتور الحكومة الموريتانية كيف لها أن تستطيع محاربة هؤلاء المحتكرين والتصدي لهم لمصلحة المواطن الموريتاني؟ هذا يتطلب جرأة سياسية كثيرة لأنه هذه المحتكرين هم نفس الوقت الذي يشكلون لوبيات السياسة لأننا نحن في نظام ديمقراطي والنظام الديمقراطي يعتمد على الانتخابات والانتخابات تعتمد على المال إذن لهم نفوذ سياسي قوي وهذا النفوذ السياسي القوي هو الذي يمنع الدولة والحكومة أن تواجههم بشكل قوي هي تقول أنها تواجههم وتقول في سياستها المعلنة أنها ضد الاحتكار ولكن في الواقع المرير هو أن هناك أفراد وشركات ومجموعات تجارية محدودة تسيطر على أكثر من 80% من الموارد الغذائية ومن الموارد الأساسية طيب ولكن إذا كان بعض المحتكرين سياسيين كيف سيمكن مواجهتهم هنا من جانب الحكومة الموريتانية؟ هل هم تقصد أنهم في دائرة الحكومة؟ هم ليسوا سياسيين ولكن يؤثر طبعا هذا هي العقدة العقدة أنهم في دائرة التأذير السياسي والقوة السياسية والقدرة على التأذير على السياسات والقدرة حتى على تخريب السياسات الإيجابية المعلنة وهذا هو بيت القصيد طيب وبالتالي أنت قلت لأجل هذه النقطة دكتور لأجل هذه النقطة أنت تفضلت بأن الأمر يحتاج إلى نوع من الجرأة من الذي ينبغي أن يكون جريئا بالضبط في موريتانيا حتى يستطيع أن يواجه هؤلاء المحتكرين الذين بعض منهم في دائرة الحكم داخل موريتانيا؟ الجرأة في هذا المجال مرتبطة مباشرة بالحكومة وإذا تكلمنا عن الحكومة هي الإرادة السياسية العليا معناها صانع القرار الذي يصنع القرار في موريتانيا رسميا هو الحكومة ولكن الحكومة تصنع القرار وتعلن عنه وفي مستوى تنفيذ القرار هنا تتدخل اللوبيات ولا ينفذ القرار على أرض الواقع إذن ما يسمى الإرادة السياسية عليه أن يكون إرادة ذعلية إرادة قادرة على أن تترجم القرار المعلن إلى معنى تواقع معاش لدى المواطنين وهذا هو المشكلة بالضبط هذا بالضبط هو المشكلة لأن الإدارة والوزارات وجميع القطاعات تتحكم فيهم بنية احتكارية تجارية وماذا ليس لدينا قطاع خاص وطني قطاع خاص عنده مسؤولية اجتماعية تمام المجتمع وخصوصا في الأزمات نعم وضحت الفكرة شكرا جزيلا لك ضيفنا من واكشوت الدكتور عبدالله محمد أوه أستاذ الاقتصاد وتسير بجامعة واكشوت العصرية